أمراض العظام زي ما بقول حضرتكم كتير جدا أنا ما بقعدتش لحضرتك أمراض العظام ولكن بتحدث عن أمراض العصر في أمراض العظام تعامل الطب الغربي مع أمراض العظام بينحصر في المسكنات الشديدة والتي لها كثير من الأثار الجانبية على الجسم البشري من أوله إلى آخره من أول المعدة إلى القولون إلى الكلة إلى الكبد كل دي آثار جانبية محتملة لأي مسكن ممكن حضرتك بتاخده وكتير جدا يقول لك أنا باخد المسكن ده بقالي كذا سنة وعادي ما حصلش حاجة لا حصل حاجة ولكن أصلا الله رزيزي العفو والعفية للجميع مش هنعرف أن حصل حاجة إلا أنا آسف والله في اللفظ بعد الطامة الكبرى لما تقع بقى المصيبة أنا آسف يعني أجد أن وظائف الكيلة عالية جدا وأجد أن فيه مشكلة في الكيلة وبتدي أن أنا أجد أن المسكنات دي أثرت على الكيلة بالذات بصورة صعبة جدا جدا قد تصل إلى درجة الغسيل الكلوي أسأل الله العظيم العفو والعفية لنا جميعا طبعا قرحة المعدة وأثار المسكنات على المعدة يعني لا تعد ولا تحصل زي ما بنقول تصل إلى درجة قرحة المعدة الدموية أو قرحة المعدة اللي بتنزف تصل إلى حد تآكل جدار المعدة إلى آخره ناخد بالنا كويس جدا من المسكنات دي أول آلية من آليات الطب الغربي يتدرج الأمر بعد ذلك في التعامل طب الغربي الويستر ميديسين إلى العمليات الجراحية ما حنا بنبدأ بالحالة وأنا آسف في الكلمة يعني أنا سمعتها من زميل فاضل وأنا زعلته ولكنه قال لي هو أدات طبيعية بيقول لي والمريد أنا بديله مسكنات وبديله حاجاته ومستنيه يجي يعمل عملية يعني أنا بديله مسكنات والحاجات دي وكلها حاجات مؤقتة وأنا مستنيه يجي يعمل عملية طب أنت قلت للمريد بتاعك الكلام ده ويقول لك لا مهم ما ينفعش أقول للمريد كده أنا سايبه لغاية من حالة تتطور والعمليات الجراحية في خشونة الربتين أو في تآكل وضروف الربة هو تغيير مفصل تغيير المفصل من العمليات الكبيرة جدا المكلفة جدا وانا آسف في اللفظ التي قد تفشل في كثير من الأحيان الجراحة في الفقرات القطنية اللي هي بنركب الشرائح والمصامير في الفقرات العنقية أو الفقرات القطنية ده التعامل في الناحية الجراحية طبعا اتفقنا مع بعض لا أهمش دور الجراحة ولا أقلل من أهمية الجراحة في المجال الطبي ولكن هذا هو ما يحدث ولذلك بنحاول على قدر الإمكان أن نجعل الجراحة هي آخر اختيار لنا وده الصح من الناحية الطبية ومن الناحية العقلية نحن نجعل الجراحة هي آخر اختيار ممكن أن المريض يلجأ له لما لها من آثار جانبية ولما لها من آثار نفسية وتكلفة مادية إلى آخره من الآثار الجانبية اللي ممكن تحملها العمليات الجراحية ده تعامل الطب الغربي أو الويستر ميديسن في أمراض العظام وهي أشهر أمراض العصر حالية يعني بالمناسبة كده وفي وسط الكلام كده طبعا ننسى تجار البشر اللي ماليين الشاشات أن أمراض العظام انتهت بمجموعة من الكريمات وأمراض العظام انتهت بالكريم الفلاني وأنا جبت الكريم ده وبروح الغيد دلوقتي وبعمل كذا ويقسم بالله ويمسك المصحف يحلف عليه ويحلف ويقسم أن الناس دي ما دتهاش فلوس كل هذا هراء بمعنى الكلمة وبعيد عن الطب تماما وإحنا عارفين أن هم تجار بشر وعارفين أن حضراتكم دايما تقولوا لي الغرآن بيتعلق في أشياء لا الأشياء بيتنقذ غرآن ولا بتفيده في شيء فكل هذا اللي احنا بنسمعه هراء تماما وليس له من المجال الطبي أبدا أي حقيقة ولو صغيرة وليس هناك ما يسمى بالنانو تيكنولوجي اللي بيتلكموا بها ويتكلموا بها ويتحدثوا بها ليس هناك ما يسمى أنه مصنع بطريقة النانو تيكنولوجي ما يقدرش يصنعه بطريقة النانو تيكنولوجي علشان يصنع طريقة النانو تيكنولوجي هتوصل لحضرتك بألف جنيه ويبقى كسبان معاك عشر جنيه أو عشرين جنيه وده طبعا ما بيحصلش وبالتالي هو بيتحدث ولكن غير حقيقي تماما فنبعد تماما عن هذه الفئة ولو كان من يتحدث بها أما في الطب البديل أو الألتيرنت في ميدسين بألياته المختلفة سواء الحجامة سواء الأعشاب سواء الإبار السينية الأكيوبانكشر سواء الليزر سواء التشياتسو إلى آخره من أليات الطب الغربي المحترمة والمعترف بها أجد أن التعامل مع أمراض العظام بيختلف تمام الاختلاف عن التعامل في الناحية الغربية أو الويستر ميدسين وأجد أننا بنحاول على قدر الإمكان نبتعد عن العمليات الجراحية وقد تكون النتيجة من قبل مبهرة بالنسبة لي أنا كطبيب وبالنسبة لحضرتك كمريم ممكن أنت مش مصدقها ولكن النظرة الطبية الفاحصة واللي احنا بنرسم على أساسها الميديكال بلين أوف تريتمنت أو الخطة الطبية العلاجية لحضرتك بتختلف تمام الاختلاف عن الويستر ميدسين أو الطب الغربي وكما ذكرت من قبل التشخيص واحد ولكن التعامل العملي أو الفعلي أو الطبي مختلف تمام الاختلاف كتير هيقول لي طب ما أنت يا دكتور أنا جيت لك وأنت عملت لي حجامة وخفيت آه بس أنت كتبت لي مسكنات ممكن يعني أنا أدي مسكنات في حيث ضيق جدا وفي وقت ضيق جدا ومسكنات آمنة بمعنى الكلمة لا تؤثر على الكلة أو على المعدة إلى آخره وزي نقول لحضرتك لوقت معين وبعد كده بنوقف ونكمل مع بعض على الأليات الطبيعية بتاعتنا ونجد النتيجة كما ذكرت لحضرتكم مبهرة لي كطبيب ولحضرتك كمريض